من الوعد للعهد ولقاء جديد الله معكم الوعد عم يتحقق بحياتنا والعهد أكيد سابط وباقي والمشوار بخطوات تصعودية صوب الهدف الأكبر من الوعد للعهد وصلنا معكم لأحد مدخل الصوم عم طول مرحلة جديدة بحياتنا الروحية مثل ما قلنا نحن عبوا بالصوم بيبدأ المشوار معنا اليوم بعرس والعرس هو محطة فرح والدمج بين الفرح والصوم مفارقة وإنما إلى أهداف كتير مهمة وكتير كبيرة فبداية ودايما برفقة الأب مارون موسى المرسل اللبناني الله معك أبونا وأهلا وسهلا فيك بدنا نبلش مشوار مثل العادي بدعوة واستلهام الروح الأدس بالأول قبل ما نفوت بتفاصيل لقائنا أكيد ودايما نذكر حالنا ومذكر كل يعني نحن عم نسمع ولا عم نحكي أنه نحن ماشيين بمسيرة وهالمسيرة هي بهدي الروح الأدس وكل شيء من نعمل يجب أن يهدره حتى وقت المنصلي نحن ممنع في نصلي بقول أن الروح يصلي فينا بأننا لا توصف فمهم كتير نتذكر أنه عنا هالبارقليط المدافع والمحامل موجود معنا حتى نستشيره بكل شيء وكون عم يساعدنا ويذكرنا بكل شيء قاله الرب يسعى المسيح أكيد بإيماننا أنه ربنا حاضر معنا نحن المجتمعين بإسمه ونطلب لك أيها رب يسعى المسيح تعطينا روحك القدوس يلي أعطيته لتلميذك ونفخت فيهم روحك القدوس حتى يكونوا عم يقدروا يفهموا كلامك ويقدروا يعيشوا بحياتهم ويبين ثمار بأيديهم بنشكك يا رب سلف على كل دعم يرح تعطينا إياها على كل كلم يرح تعطينا إياها وعلى كل لمسة شفاء من روحك القدوس يلي رح تلمس فيه قلب كل إنسان يلي عم يسمع هالكلام أمين أمين نحن قالنا أبونا مارون أنه نحن اليوم بمدخل الصوم أحد مدخل الصوم السؤال الأول لماذا نصوم؟ حلو هايدي لماذا نصوم؟ لكن نحن نصوم لنشبع يعني ما أحدا بيحرم حاله من شيء إلا بده شيء أفضل هاي طبيعة الإنسان ما أحدا مننا بيتخلى عن شغلي إلا ما بيكون متأكد في يكون أكتر كرمال شي تاني إلا بتخلى عن شيء كرمال شيء المثل اللي عندنا إياه العصفور بالإيد والعشرة بالشجرة أنه إنسان مش ممكن تتخلى عن هالواحد إلا ما يكون أكدين هالعشرة الموجودين إيه نحن نقول إحنا عم نصومح لأنه نحن مش بنحصل على الأكتر وعلى الأفضل يعني إذا نحكي عن الصوم اللي هو نحرم حالنا من شيء حتى كنا عم نحصل على الأفضل خلينا أولا إذا بتحكي تغري عن هالصوم هالمتخي اللي للصوم نحن حكينا قبل أنه الصوم هو مسيرة لكن هو مسيرة عودة أو مسيرة حتى نرجع نبرم إذا عم نحكي نحن طبيعة الأرض صارنا نعرفها أنه هي مدورة العودة ما بتكون إنسان يرجع لورا العودة أقرب تكمل فيها لقدين خاصة إذا المحتاج لإنسان يعمل تطهير لأنه كان عنده مشكلة حتى خرج من مكان اللي هو موجود فيه مش هناك هالمسيرة يلمشي فيها لقدين هي لحتى ترجع تردنا شيء اللي احنا أصلا نحرمنا منه لكن إذا بنحكي نحنا عن مدخل الصوم يعني نحنا بنحكي عن الانطلاقة أكيد يلي نحنا بدنا ننطلقة ونحنا هذا نسمي كمان نحنا أحد المرفع لأنه بكون رفعنا عن الموائد من هون جاي الكلمة بترفع عن الموائد كل شيء اللي نعتبره هو بدنا نصوم عنه يعني بدنا نقطع حالنا عنه يرفع عادة فيه أحد مرفع البياض والجبن وبعدين أحد مرفع اللحم يلي هو هيدا هو لكن هون دي بكون شلناهم معنى أنت بكون أكلناهم خلصناهم حتى بهالفترة هيدا كنا عم نمتنع عنهم هلا إذا بيضغري تسأليني أنه ليش بدي امتنع عنهم أو هل الصوم هو امتنع عن الأكل هلا هو حرفيا هيك أنه الإنسان بيقول الإنسان صايم حتى بالأمور الطبية بيقول لك إذا أنت بدي عملول لك فحص دم أو شي بيكون صايم وتفهم دغري فيها أنه يكون مش أكل من فترة لفترة يعني هي حرفيا هو هو صوم اللسان أو صوم التم يعني عن كل شي ما يدخل الفم اللي هو الأكل عمليا هو اللي بيدخل الأكل هلا لأنه نحن عم ناخدها بالمعنى الأبعد نحن الصوم هو الحقيقة نحن حتى يعني حتى ندر نوصل للمحل اللي نحن لازم نوصل أو هي عودة خلي قولها من هلأ إلى الحالة مقبل الخطيئة الحالة مقبل الخطيئة يعني الإنسان كان عيش فيها بحالة النعمة أو حالة السلام مع الله ومع الخليقة وحسب سفر التكوين بالبداية كان الإنسان عيش بهذه المرحلة من الصوم يعني هلأ بنعتبرها الصوم يعني في إشها كان ما بيعملها أو ما بياكلها يعني خلي نقول دغري إشها مسموحة وإشها غير مسموحة يعني مش أست مسموحة خلي نقول هو يلي إحنا نستعملها دغري إن الإنسان يعني الأول آدم وحوة وقال الله خلق آدم وحوة مشوفها بالسفر التكوين بالفصل الأول وقال الخلق آدم وحوة قال له ما بدون يأكله وكان طعام يلي مسميه هلأ نباتي فيجيتاريين كانوا يعني قال له بتأكل من كل شي تعطيكي الأرض من بقول وكل شي تأطفهم من الشجرة هذا بيكون طعام لألك أنت يعني هذا هو الطعام يعني بالأساس هذا هو كان طعامه بس كان في شي ما بده يأكل منه أو نهي عن الأكل منه لا هو لما بتقولي أنت يلي أنت هلأ عم تنهي حالك أنت يلي أنت يلي أنت يلي أنت يلي أنت يلي أنت النفس ما نحن نقول نحن زفير شخي يعني يلي أنت بتعمليه وقت اللي بتأتلي كائن آخر بيطعيله زفره نفسه وحتى تأكله يلي هي الكائن الحيوانات الأخرى يعني الأشياء اللي بتطير الأشياء اللي بتمشي حتى تأكل اللحمة بدك تأتلي الجيج وبتأتلي البقرة بدك تأتلي حدا حتى كنا نتأكلية في البدء لم يكن هذا لأنه أنت كنتعيش بسلام مع الخليقة وبسلام مع الخالق حتى الخيوانات الأخرى كانت تأكل مثل الإنسان يعني إذا بنحكي بهذا الصورة اللي حتى أشعية بيحكي عنا عن هذه الصورة ونحكي عن الأسد والجدي بيرعوا مع بعضهم يعني الجدي يلي بيأكل حشيش والأسد بيأكل حشيش الأسد ما كان يأكل الجدي هذه صارت ما وقت صار في خطية يعني ما كان في قتل لنفس آخر مش هنأكل الإنسان كمان نفس الشي هذا هو كان نأكله لحتى تكون في سلام هذه الفكرة دلوقات لو نحكي عن لقطاعة يعني أنا بقطع عن بعض الأشياء اللي مسميها زفر يعني أنا مش لأنه أنا ما بدي يقول لحمة أنا ما بدي اقتل نفس بهذا الوقت يعني بدي يعيش حياة ولو هالاختبار الاربعين يوم بدي عيش حياة ما قبل الخطية متل ما كان عيش آدم قبل ما توقع بالخطية لأنه وقام بعد ما صارت الخطية ربنا رجع غير وسيطه لنوح يلي هو رجع معه وبلش قال له فيك تاكل من كل شي حتى فيك تتبح كل شي بس خيك ما بدق فيه خيك ما بدق فيه واش لأن وقت اللي صار الإنسان قاين يقتل خيه هبيل بس بالأساس هي ما لم يكن هذا في البدء وقت اللي يسوع كان دائما يسأله في البدء ما كان هاك هلا مش عمول أنه لازم الإنسان نحنا لنكون فيجتاريا منا هيدا هو القصة القصة أنه يكون فيه سلام يكون فيه سلام مش لك الصوم هو بدي ساعدني حتى يكون فيه سلام مسيرة مسيرة باتجاه سلام باتجاه سلام مش لك أنا أنا عم نحكي منكمل حتى عيش أنا لمرحلة يلي هي بعدن أو بجنة عدن ما قبل الخطيئة يلي الإنسان كان يعيش بسلام مع الله الله بيه والآخر هو خيه هيد هي يلي هي يعبر عننا بهال التعبير الحسي يلي هو قصة الصوم يلي هو أنه بهالفترة هيدا بدعيش بسلام مع الخليقة يعني مع الحويلية ومع الخليقة كلها سوا والامتناع عن بعض يعني لأنه كمان في نكمل دغري السؤال طيب أنه أوكي زفر بس لاش كمان ما منيقل أنه الظهر لوقت معين هولي شؤلنا بفترة معين قوانين الصوم أو القوانين كل الشي هيدا حياتا دي لأنه كمان وقت اللي ربنا كنا عم يحكي مع الإنسان كنا عمل له كمان في شغلات قالوا ما فيك تأكل مننا أو تبري الشجرات الثلاثين يلي قالوا هلأ هولي ما فيك كنا عم تقرب بلاي شجرة معرفة الخير بالشر وشجرة الحيات يلي هولي يلي خاصين بأله أو هولي يلي حتى يقول له أنه هولي مش هلأ يعني هوليك البقين هي طعام هذه الحياة أما بدك تختبر بعدين أنه فيه مرحلة أخرى مرحلة أخرى مشاناك هنا بنمتنع مثلا لأنه ليس بالخبز واحدة ويحية الإنسان مشاناك بختبر اختبار أنه أنا عم بختبر ربنا اللي عم يعطيني من ثمار شجرة الخير وشار مش أنا بدي أطفى ربنا اللي بدي يعطيني من نهية بكل لقاء على قراءة الأحد بس قبل ما فوت على قراءة هيدا الأحد يلي هو أحد مدخل الصوم لماذا الصوم مثلا بيكون هلأ بمسيرتنا مثل ما قلنا لا تحديده من وقته بهيدا الوقت وهل هيدا الصوم من هو الصوم الوحيد يلي نحنا بكنيستنا أو بحياتنا الروحية ليه بيهلأ وليه في غيره وليه هيدا هو الصوم الكبير يعني هل كم سؤال هيك صغار قبل ما فوت على القراءة اسمه الصوم الكبير لأنه فيه أصوام أخمة صغيرة فيه صوم الميلاد صوم الأعياد نعم هلأ نحنا بكنيستنا المارونية أكتر شيء هو التركيز على هذا الصوم الكبير بعضه فيه كماس الأخرى اللي عنده أصوام الأخرى اللي بتمشي فيها اللي هي استعداد دايما الصوم مثل ما أنا أعمول إذا أنا رايح لمحل بعمل له استعداد رايح على عيد بشالك دايما كل أعيادنا ما حدا بيحتفل بزيت الساعة ما حدا بيعمل عرس بيعمل عرس بيعمل عرس بيحضر كل هالفترة هذي حتى يكون عم يحتفل بالعرس مش هناك فيه تحضير لقاله وإذا الصوم الكبير هلأ لأنه في عنا العيد الكبير هو مرتبط بالاسم الكبير يعني هو لأنه في الوصول في العبور إلى الحياة الأبدية مع موت وقية متربيسة على المسيح لكن هو مرتبط بالعيد مش هناك هلأ لأنه عنا عيد الكبير هلأ تحضيرا يلي تعذير الكبير لأنه أنا هالبسيرة اللي عم بيحكي عنا بديبرو فيها بديووصل إلى جنة عدن نعم يلي هي أحد القيامة نحن من دايما نعرف أنه فيه بقراءاتنا عنا العهد القديم عنا الرسالة وعنا الإنجيل واليوم إنجيلنا مثل ما قلت بالمقدمة بيحكينا عن عرس يعني المفارقة هي أنه صوم عم يبدأ بعرس وشغلي هيك فيها والعرس فيها أكل وشرب وديك فيها شوي تناقض فيها شوي تناقض فلماذا؟ لأنه خلينا أقول أنه الصوم مش قصة بس التوبة الصوم هو لأنه مسيرة وبهالمسيرة هايدي في عنصرين موجودين هون بهذا العرس اللي عم نحكي عنه مش التركيز على العرس التركيز على مين كان موجود بالعرس كانت مريم موجودة والكلمة الجوهرية اللي قالتها مريم افعلوا ما يقول لكم يسوع إذا بتعملوا يلي بقلكم عنه يسوع رح توصلوا للآخر لأنه في وسيط الأم اللي هي موجودة والهدف من هذا العرس هو شو صار بالعرس العرس صار فيه تحويل هذا العرس هو اللي صار آية ما نسميه هذا ما نسميه آية عرس أولى آية يسوع لأنه يحنى الحبيب ما بحب يسميه لا معجزات ولا شفاءات ولا عجيب بسميه آية يعني حدث بديدلني على حدث أعظم على عمل الله يلي هو آمن به تلميذ لكن هو في بهذا العرس هو في تحويل مي إلى خمر ودعوة من مريم أنه لنكمل مسيرة التحويل بيستمعنا لكلمة الرب حتى نصل للعرس الأخير يلي هو العرس الحمى اليوم خميس الأسرار يعني وهذا نهاية بيكون الصوم كله سوا حتى هذا الخمر يرجع يتحول إلى دم المسيح وهوني كي بكون وصلنا حوالنا قمة الهدف إذا وصلنا من الماء اللي بيعطي هذا الحياة إلى الخمر اللي بيعطي فرح هذا الحياة حتى وصل للدم اللي هو بيعطينا دم المسيح وجسد اللي بيعطينا الحياة الأبدية تنبلش بقراءتنا قراءة العهد القديم اليوم قراءتنا عم نرجع فيها عند أشعية منسأل أكيد لماذا خطيرة أشعية ومنلاحظ كمان هلأ بس نبلش نقرأ القراءة تحكينا كتير كمان عن الأكل عن الخبز عن الخمر عن اللبن حلو لأنه مرتبطة بالعرس اللي عم نحكي عنه أول شي لش خطيرة أشعية دايما نتذكر أن أشعية هو من الأنبياء الجبار المسابيون يعني اللي كتبوا كتير وحكيوا كتير لكن هو أقرب واحد ومرة قلت أنه هو يعني كتاب أشعية يسمى أوات الإنجيل الخامس لأنه هو أقرب واحد إلى مفهوم العادة الجديد هو هو النبي العودة هو يلي شخص كان عم يدعي وعم يشوف الشعب ويلي موجود ببابل عم يشوف رجعين إلى أورشاليم وأكتر بيركز هو إلى صهيون بيحددها صهيون صهيون هو هي مقابلة لعدن هاي دي الوصل اللي عم نحكي عنا يعني المكان الفرح الكبير الفرح اللي هو مش فرح بس بشري هو الفرح الإلهي بحضور الله مش هناك أشعية هو يبدو يساعدني بالبداية هالمسيرة هاي دي أعرف أنه أنا مسيرة الصوم هي مسيرة عودة متل ما كنا عم نحكي إلى هذا الفرح وهون شوف كيف تير بحكي عن هذا الفرح يلي البشرية والطبيعة والخليقة كلها بتشارك فيه بآخر كلمات فتترنم الجبال والتلال وتصفق الأشجار يعني حتى البشرية كلها سوا بكونوا عم تشارك بهذا الفرح يعني الخليقة بأثري هذا السلام خلينا إذن ننطلع أبونا ونبلش بالقراءة يلي هي مثل ما قلنا من سفر أشعية بقول أشعية بقراءة اليوم يلي هي بتبلش معنا من الفصل الخمسة وخمسين تعالوا أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه هلموا أيها المعدمون من الفضة ابتاعوا وكلوا ابتاعوا خمرا ولبنا مجانا من غير فضة أطلبوا الرب مدام موجودا أدعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه والأسيم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وليرجع إلى إلهنا لأنه يكسر الغفران لأن أفكاري ليست مماثلة لأفكاركم ولا طرقكم مثل طرقي يقول الرب فكما ارتفعت السماوات عن الأرض كذلك ارتفعت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم وكما تحطل الأمطار وينهم للسالج من السماء ولا ترجع إلى هناك بل تروي الحقول والأشجار وتجعل البذور تنبت وتنمو وتصمر زرعا للفلاح خبزا للجياع هكذا تكون كلمتي التي تصدر عني مسمرة دائما تحقق ما أرغب فيه تفلح بما أعهد به إليها لأنكم ستتركون بابل بفرح وسلام فتترنم الجبال والتلال أمامكم بهجة وتصفق أشجار الحقل بأيديها غبطة وحيث كان الشوك والقراص تنمو أشجار السر والآس فيكون ذلك تخليدا اسم الرب وعلامة أبدية لا تمحى مثل ما قالنا أبو نمرون بحكينا عن كتير إشياء فيها أكل بس مثل كمان ما لاحظت أنا وعم بقرأ أنه أنا عم بقرأ كأنه من مطرحين منفصلين عند أشعية أشعية عم يحكيهم يلي للناس البعض موجودين ببابل بس هالدعوة لا يكلوا يشربوا هم لا يكلوا مدعوين إلى الوليمة إلى هذا الفرح وقال لهم هلموا أيها العطاش إلى المياه لأن المياه والفضة الخمر واللبن هي مكت موجودة ببابل هي موجودة بسهيون فإذا نعم يدعون دعوة إلى مسيرة ما إلى المسيرة وليس نعم مربوطة بأرس الحمال مثل أنها هي انطلاقة المسيرة لأنه حتى يكونوا عم يمشوا وغرس أرس قانا نعم لأنه بقال لهم ستتركونا بابل بفرح ليس لأن مبسوطين رايحين ليس لأن كمان يمكن أن نتحدث أن مسيرة الصوم ليس لأن مسيرة حزن نحن نعتبر ونركز فيها أنه يجب أن نكون زعلانين وحزنانين لا يجب أن نكون فرحانين حتى نحن يوم تلاني الرماد تاني يوم ويقول أنه حتى وقت تحط الرماد على رأسك لا تبين للناس كأن أنت صايم وتعبس لكن امسح رأسك ويكون فرحان ومبسوط ليس لأن تفرج للناس لأن أنت أصلا ماشي بمسيرة رايح إلى العرس أكيد فيها تعب بالمسيرة حتى توصل من بابل حتى يصل إلى صهيون بات ياخد معه كتير كان وقت حتى يرجع بس الإنسان اللي يكون راجعة اللي يكون مشوارك بعيد بالسفر يعني الشوق الرجوع هو سبب لك فرح ولو كان فيه مشقة المسير لكن فيه شوق الرجوع إلى الفرح مش هناك إيه فيه أفرح فيه فرح لأن أنا رايح إلى محل أفضل فيه فرح لأني رايح إلى الحياة اللي هي بيحبر عننا هون ومجانا من غير فضة ومطرح من الرب هو قريب ومطرح من الرب هو موجود قبل ما أصل لهذه الفكرة بالتحديد التي تركز عليها بير مقرون أن تتركونا بابل بفرح يعني كيف الدعوة مهمة هي للفرح للسلام في جملة نحن أكتير نستعملها ومظبوط أن نحن نجيبها من عند الشعية لما الرب أكتر من مرة هون ذكر طرقكم هي مش طرقي بس أوات مستعملها أنا أوات بيستعملها بطريقة خطأ وأنا محبة كتير إي مشان هيك بدنا نركز وين لازم تنقل وليش لازم تنقل يعني أوات مثلا أن يعني بتصير وكترشيها مستعملها بوقت المشاكل اللي بتصير معنا بحياتنا يعني بصير في حواليس بصير فيه موت مصيبة مشكلة معينة نقول هك الله بده ومستشد أنه طرق الله غير طرق إن الإنسان ما بعرف شو الله بده من هالشغلة هاي دي ليش عم بيعامل هيك مش هيدا المصبوط وقت اللي بيحكي أنه طرقي ليست كطرق كون برجع بيكمل فكما ارتفعت السماوات هكذا ارتفعت أنا فكر مظبوط الله بيفكر غلط يعني بها المعنى أنه أنا الخير هيدا بيشوفه خير الله عم بيشوفه غلط وأنا بيشوف يا عم هيدا شر لا الله ممكن يشوفه صح يعني كيف ممكن يعني مش عكس مزرع الشر هو شر شو معناتها إذا الشي اللي بيشوفه أنا شر هلقدي الله بيشوفه أكتر بكتير الشر مش بيشوفه خير مش بعكس طرقنا لأنه أنا التفكير اللي عندي إذا تفكير سليم وبيضمير هو جاي من الله ما هو الله بيقول لي شو الخير وشو الشر يعني إذا الإنسان بهين خي الإنسان ما هو مرة بيقول يسوع يعني إذا الإنسان بهين خي الإنسان ليس بس هاي هاي جريم يعقب علي إلى الأبد يعني كل شي أنت بتشوفه صغير الله بيشوفه أكبر أنت الخير التي تعمل بالنسبة لأ الله بيوصلك إلى الأبدية مش بس أنت عملت ببيت ماء وساعة حدا أنت عطيت حياة ربنا بيشوفه بطريقة أكمل وأرفع يعني ليس طرقي مش عكس طرقي مش عكس طرقي لكن طرق الله هي أبعد من طرق الإنسان هني هادي جماعة كانت فكري حال ورحين إلى أورشاليم يعني إلى الأرض اللي اسم أورشاليم ربنا بيوديهم إلى ما بعد أورشاليم إلى الحياة الأبدية هايدي هي اللي ما بعد هني رحين حتي يكل اللبن وعسل ياللي هايدي شايفينا لكن ربنا بيضيعطيهم حياة ما بننتهي هيدا هو دعوتنا نحنا بنشتغل بحياتنا لهالكم سنة نعيش وربنا يكون عم تشتغل من خلالنا إلا الحياة الأبعدية إلى ما بعد أرفع ربنا ما بدينا بس عيش كم سنة بس ربنا بدينا نشتغل لكم سنة وهو بيشتغل معنا حتى نوصل لما بعد مش بعكس يعني ما ناخد هالجملة هيدا حتى دائما نتهم الله أنه دائما ربنا بفكر بعكس أنا بخطط لهون ربنا بخربط لي بشريعة ولأنه عنده غير مشروع لا إذا كل شي بعمل للخير هذا من الله لكن ربنا بيكملي أكتر بكتير ربنا بوصل إلى كماله وبيعمل أنا بيحكي كلمة حلوة ربنا بيوصل ها مدري شو بيعمل جريدة منها بحلية أكتر خلينا نختم فإذا قراءة العهد الأديم بفكرة الفرح اللي قلنا أنه عم يدعينا للانطلاق من فرح إلى فرح أعظم إلى فرح أكبر هون عم بيقول ستتركون بابل بفرح وبسلام ليأكد فتترنم الجبال والتلال بهجة وتصفق أشجار الحقل بأيديها غطة دائما أشعي هو هو مثل بالتعنا هو النبي العود هو النبي صهيون يعني نبي الحياة المثالية اللي ربنا بيتعي لأينا هو يلي قال هالجملة اللي حكينا عننا قبل أنه الأسد والذئب أو الأسد والجدي بيرعون مع بعضه هو عنده هالنظرة المثالية اللي هي بيحكيه عن حتى هو بيحكيه عن يعني مواهب الروح ويلي هي بالآخر الإنسانية تنعم بما خافت الرب هالحياة يلي هي مع الله يلي هي صورة عدن كيف كان يعني كيف كان الإنسان عايش ما قبل الخطيئة يلي خليك كلها سوى تعيش بسلام يعني هون عم يعبرنا تعبير أنه تصور الشجر عم تزقف يعني الطبيعة عم تشارك معك لأنه إذا فيه إنسان عايش بسلام لأنهم تتركونا بسلام السلام مع الله ما فيك إلا ما يكون يعبر عنه بسلام مع الخليقة وهذا اللي نعيش بزمن الصوم منعيش بسلام مع الخليقة كلها سوى يعني بها الفترة تصور الاربين يوم إذا بناخدها بحرفيتها أنا عم أقول هي رمزية هلأ بس بحرفيتها كأنه إنت عم تعيش بسلام تخيلي محدا بالاربين يوم عم بيكون لحمة مثلا يعني ما في ولا الجيش عم تموت ولا بقرة عم تموت ولا كل شي هذي 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 بشري كلها عم تعيش بسلام بها المعنى هيدا بس هو الأكتر ما أنه أنا كون عم عم خلي البقرة المبسوط لأنه بدي الإنسان خي يكون مبسوط لأنه هي موجودة لخدمة الإنسان بس هي التركيز الأساسي أنه كانه هذا رمز حتى نعيش بسلام أبونا مارون لنتابع معكم نتابع مع مشاهدين ومستمعين مسيرتنا بهذا الأحد اللي هو المدخل إلى الصوم انطلقنا من العهد الأديم بدنا نكفي طبعا ونوصل لعهد منتابع من الوعد للعهد والمسيرة مثل ما قلنا عم بتبلش معنا اليوم بمدخل الصوم ونحنا بالأحد اللي منسميه أحد مدخل الصوم بلشنا القسم الأول من قراءة العهد الأديم اللي كانت من سفر أشعية لننطلق معكم هلأ ونكفي مع العهد الجديد وقلنا أنه منا نحكي عن الرسالة رسالة الإديس بولوس إلى أهل روما وطبعا عم نتابع مع أبونا مارون موسى المرسل اللبناني أبونا مارون بدنا ننتقل بمسيرتنا الأولى بقطواتنا الأولى بمدخل الصوم نوصل للعهد الجديد قراءة اليوم هي من رسالة الإبديس بولوس إلى أهل روما لماذا اخترنا هذا المقطع لأنه بولوس بده ساعدني بهال رسالة هذه أنه أنا هالمسيرة مش ماشي لوحد هي أهم شعلي اللي حكينا لعليها هالمسيرة اللي مع شعية أنا عوضي إلى صهيون أساسا أنا وخي رحيئني إلى صهيون وما فيني أوصل لوحد هاي دائما يالي مقول ما فيني أوصل على السماء لوحد بدي أوصل مع أخي لأنه رح يسألني أين أخوك مثل ما كانت مشكلة أول شي هاي كانت ختام وين وخي رح يسألني وين وخي مشكلة بربولوس بركز بها الرسالة على خي يلي أنا بنمشي معه بالمسيرة مشكلة يوم التنين تادي يوم الانطلاقة المسيرة اليوم الأول وقالنا نحنا كان صارنا ثلاث أسابيع نحنا نجمع كل أخوتنا يلي سبقونا من الكهن لأبران الصدقين لكل موتنا حتى نطلع سوى السفينة لأنه يمنوصل كلنا يمنوصل لأن نطلعين بسفينة وحدة كلنا بنفس المركب ما دايما نقول الوطن هو سفينة يغرق كلنا يمنطلع كلنا ونفس الشي الكنيسة كلنا سوى مع بعضنا ماشي بهالانطلاقة ولحتى نوصل كلنا مع بعضنا لازم انتبع على خي الموجود معه ليس هناك هون بالرسالة تركيز على خي وما تخلي شيء أبدا يخرب تعليقتك مع خي لأن من نهاية انت وياه رح ترعى توصل على شط الميناء ورح تعيش لأبدي مع بعضكم يعني دعوة من بولوس الرسول ببداية هالصوم ما تعيش وحدك ما فيك توصل وتخلص لوحدك بدك تخلص كجماعة ككنيسة خليني كون عن بقرة من رسالة لأديس بولوس لأهل روما من الفصل 14 يا إخوتي إني عالم وواسق في الرب يسوع أن لا شيء نجس في ذاته إلا لمن يحسبه نجسا فله يكون نجسا فإن كنت من أجل الطعام تحزن أخاك فلا تكون سالكا في المحبة فلا تهلك بطعامك ذاك الذي مات المسيح من أجله يلي هو خيك أكيد فلا تسمح بأي يصير الخير فيكم سببا للتجديد يعني قبل ما كفى عم بأكد لنا أنه كل شيء بعمله إذا شككت في غيري ما بيزبط يعني مش الهدف هو الأكل والشرب أو ما تأكل ما تشرب الهدف أنه خيّل إنسان ودي ضالي ميسك أنا وي ضالي ميش أنا مع بعضنا البعض وهذا أخي يلي هو يعيد كتير كلمة أخاك هون والتركيز علي يلي هو مات المسيح من أجله كمان يعني تصور إدياش غالي ودمه ثمين هذا هذا الأخ هداكي حياته ثمين يلي دم المسيح مات من أجله ما تهلك بسبب طعام يعني الطعام هي وسيلة منه هي الهدف مش هناك الصوم مش الهدف أنه أأكل وما أأكل هي الطريقة حتى قدروا كيعيش بسلام مع خيّة الإنسان إذا الأكل والشرب بيخلينا يعيش بقرب مع خيّة إيه بعمل إذا كان رح يبعد عن خيّة لا بيأكل وبشرب معادي مشكلة يعني مش هدف الصوم هو أنه أمتني عن الأكل أمتني عن كل شي بيبعدني عن خيّة الإنسان برمز له بالصوم لأنه هذا عمل مشترك الكنيسة بتدعينا لأله إحنا أكيد خلني أقول من هلأ أنه إحنا ملتزمين بقرارات الكنيسة لأنه إحنا نطيع الكنيسة كأم لألنا وهيدي على القليل اللي فينا نعمله حتى يكون فيه نحكي بالآخر كمان عن توصيات حتى أعطينا إيها الكنيسة حتى نكون ملتزمين كجماعة لأنه هدي كلنا نسوا كجماعة مع بعضنا فيه الإنسان يزيد عليهم قد ما بده إذا أعطيك في حد أدنا بدنا نعيش كلنا سوا إذا الكنيسة تقل لك تمتني عن هافك تمتني فيه ناس يمتني عن إشي أكتر من هاك بس الحد قدنا هي قاسم المشترك بيني وبينك حتى نكون نحن نمشي مع بعضنا كأخوي خليني كفي مع بولوس الرسول يلي بكفي بيقول ليس ملكوت الله أكلا وشربا بل بر وسلام وفرح في الروح القدس فمن يخدم المسيح هكذا فهو مرضي لدى الله مقبول لدى الناس فلنسعى إذن إلى ما هو للسلام كمان وما هو لبنيان بعضنا بعضا فلا تنقض عمل الله من أجل الطعام لأن كل شيء طاهر لكنه ينقلب شرا على الإنسان الذي يأكل ويكون سبب عثرة لأخيه فخير لك أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا تتناول شيئا يكون سبب عثرة لأخيك واحتفظ برأيك لنفسك أمام الله وطوبى لمن لا يدين نفسه فيما يقرره أما المرتاب في قراره فإن أكل يدان لأن عمله غير صادر عن يقين وإيمان وكل عمل لا يصدر عن يقين وإيمان فهو خطيئة شفت كتير واضح وأنا كنت عم حط سطر حمعت تحت كم كلمة أخيك وأخيه وهيك الكلمة اللي عم يحكي عنه مربولوس هذا هو الهدف حتى يذكرني أنه ماشي يعني بدي أنتبه على أخيه أنا وماشي بها المسيرة هايدي ما خلي الأكل والشرب هو يفرقني أخيه بالعكس خلي يكون هو يلي عم بيجمعني وبركزه وبيبلش ما في شي نجس بحد ذاته يعني الأكل مش هو الزفر مش هو النجس مش هذا هو بحد ذاته مش هو يعني منه زفرة وهذا شي خطيئة إذا أكلت الخطيئة إذا أسأت لخيه يعني بمعنى ما ما تخلي أبدا تصرفك شو ما كان يكون سبب عسرة لأخيك أكيد هلا أكيد إحنا هون وهيدي بدي حكمة لأنه هون بيقلي عن قصة حكمة بيطلبني كون أنا حكيم بالنسبة لأخيه يعني ما نخلي الأكل هو المشكلة يعني إذا خيه يمكن أنا فيه ناس عندهم أناعة شخصية أنه أنا بعرف وكلنا سأقول أنه ومتماقل هو بالبداية ملكوت الله ليس أكل وشرب يعني مش هدف الصوم مثل ما كنت عم بقول كمان أنه أنا أكل أو ما أكل هدف صوم عيش بسلام بتعبر عنا بهالشي بس إذا افترضنا وأنا إذا أنا مقتنع بهالشي وقلت أنا عم باكل واشرب وبدعم كل شي ومش فرقاني معلي أنا بعرف أنه قصة السلام وخيل حد مني ما عم يفهم هالشي وعم يشوفني أن أنا إنسان ما عم شيريك وهالشي وعم تسببله عثرة الأفضل ما أكل ولا أشرب وخلي رأي يبيني وبين الله يلي أنا مقتنع بهالشي بس كرميل خي يعني صوم كرميل هو يعني بهذا هيدا هيدا اللي بدي أقول الفكرة أبونا يعني نحنا اليوم بنعرف في أسباب كتير يمكن بتمنعنا أنه نصوم خاصة إذا كان أنتو ككهنة نحنا مثلا كأشخاص نعرف أنه نحنا عنا التزام مسيحي إلى حد ما لحد قريب مني كيف لازم أتصرف هلأ الكنيسة هون حتى بتوصياتها بتقول أنه في عنا كتير هالأعفقات المسمية أنه مش ما كنا عم ندين بعضنا بأنه ربنا هو المدينة الإنسان ما بيحق اللي دين ما فيني يقول ريتها لكن يوم صوم وعم تاكل اللحمة مثلا أنا ما فيني أحكم على هالشي لأنه هي اللي بتقدر تحكم ربنا إذا بتشوف هالشي أنه أنا مضطر أكل تاكل اللوحدة بعدها ما تاكل قدق من الناس مثلا افترض لها حتى ما تكون سبب عثرة إلى الآخرين ومش كل الناس قدرين يفهم ولاش هي عندها أسبابها خاصة بالنهاية هي علاقة مع الله يعني هي قناعة ومتل هون بيحكي عنها هو أنه بيحكي بالآخر أنه مش قناعة مش قناعة مش عارفة تقول أن الصغار مثلا تحت العمر يأكل الكبار بالعمر الذي عندهم أمراض الذي يأخذ دواء مثلا يوجد فيه ولكن ترجع لقناعة شخصية هو الإسان الذي يعرف حاله ما يعمل وفي الإسان يعود من شيء آخر يمكن لا يعرف أنه أنا مضطر أكل لكن أخير مقابله أخير مقابله أخير إنسان يذهب كل يوم أحد مريض حتى يكون عموض عن هذا ما يستطيع أعمله أعمل الأساسي السلام مع الآخر يمكن أن أخفر إلى الناس وصلي إلى الناس أعمل شيء آخر لكن أنا عمش نفس مسيرة الصغار مع أخي الإنسان لكن لا أستطيع عبر عنه المشترك الذي يطلوب مني أعمله أعمل بشيء آخر لذلك هنا لا يوجد حقل الدين الآخر أهم شيء أنه إذا لقيت إنسان أنا صليله حتى يكون يمشي معي بهذه المسيرة لأنه ممنوع حدا يكون يتأخر بهذه المسيرة لأنه تظل انتباه عن أخي الإنسان فكر بهذا الإنسان وصليله إذا لقيت هو متعثر بمسيرته أو عنده أسباب هذه الفكرة التي يختم فيها بولوس الرسول أبو نمارون لما بقلنا عن المرتاب المرتاب في قراره يعني 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 يلي مش عارف حاله وشو بده يعمل فإن أكل يدان لأن عمله غير صادر عن يقين وإيمان هلعون أكيد بيطلب بنا أن نحن نكون ما نكون العلاقة بس أكل وشرب ما بلش بالبداية أنه القصة قصة مش قصيت أنه أنا ما يكل أو ما ما يكل وليش يدان الإنسان لأنه لا تدينه لألا تدينه نحن عمت ندين لما من دين الآخرين لما فكر أنا الصوم هو بس قصة أكل وشرب بتطلع بالإنسان ومع الأسف مثل بعض الديانات الأخرى هاي اللي بيركز على قصة بس أكل وشرب يعني هايدي هي الأوقات وكل الأسي هايدي نحن لما بعرف أنه القصة مش قصة بس هيك وشانك ما بقدر ديني الآخر وساعة ما بكون عم ندين وما بكون علي خطيئ أنا بينما إذا كان أنا بحكم على الآخر لأنه شفته مش ملتزم بهذه التوصيات أنا بكون عم دينه وأنا بكون عم دين حالي إن شاء يكون عندنا وقت بالآخر نحكي شو هي الكنيسة بدي أقبله وما بدي أتشكك من الشغلة اللي عم بتصير ولا خلي عملي أنا صومي أو عدم صومي يشكك خية يلي قبالي أكيد أنا بدي كون بسلام مع الآخر يعني إذا مش عم بفهم بصليله لأنه هي تركيز على العلاقة مع الآخر وابتعد عن الإيدانة لما هو لبنيان بعضنا البعض يعني يعني ابتعد عن الإيدانة هايدي أهم ما رح يوصل لأنه سوف يدان فكرة أنه نحن موجودين كلنا سواب نفس السفينة وكلنا سواب أنه يمشي بنفس مبعضنا بدنا نساعد بعضنا إذا في غير مش قدري يصوم ممكن أنا بصوم عنه لأنه مش قدري يصوم كون أنا عم ساعده كون أنا ماشي أنوية حالو طيب خلينا نوصل للإنجيل إنجيل اليوم يلي هو أحد إنجيل اليوم هو عرس آدم وحوه جديد أو هلو أكيد مش عرس بالمكان ولو نحن ما بنعرف إسام العرسين هون مصبوط بس بحكو عننا العروس كانت موجودة كأنه كانت أمه ياسوع موجودة هناك ويالي ياسوع بسمي يمرأة وكان ياسوع أيضا موجود هؤدي الإسمان الموجودين كانوا هن هن الأساس يعني ونشوف تعبير لأن يمرأة اللي بيل على لنا لأنها من أمر أخذت هك آدم كان حوى ومشاناك التعبير هذا تعبير تعبير العودة تعبير الوصول إلى الحياة الأبدية مشاناك مبلشنا بهذا الأرس لأن هذا آية ولأنه هو مسيرة التحويل بالاشتراك اتنا سوا آدم حوى همني اللي اشتراك وسوا اتنا مع بعضهم بس بالطريقة اللي ربنا أراد أنه يكون عم تحول الماء إلى فرح ويكون عم تنزيد فرح حتى يبدأ مسيرة التحويل أسبوع وراء أسبوع حتى نوصل إلى التحويل الكبير حلو إذا بدأ بالنص أبونا نحن بنعرف وباللقائتنا السابقة شفنا يوحن لما يكتب كتير بيركز على الأزمنة وأكتر من إنجيل سابقا بلش في الغد في الغد هون أخذنا أكتر من الغد يعني هون عم ببلش معنا في اليوم الثالث لأنه كان آلا مرتاني وفي الغد وفي الغد ووصل هو نحن في اليوم الثالث لأنه في اليوم الثالث ل Djreet يقوم يعني نحكي كأنه وصلنا إلى هذا اليوم يوم القيامة يعني يوم يلي أنا أنا بدوصل له هو يعني أنت بلشت بمسيرة الصوم وهذا اليوم الثالث ما رح يخلص يعني هالأربعين يوم التعملية وبعد مننا في عشر تيام بعد مننا لأسبوع الألام خلال كله يسوا بيوم الثالث بعدنا بوقف العد يحنى بيحكي في الغد في الغد وفي اليوم الثالث وخلص ما بعد قلنا أكتر ونفس اليوم كأنه بعدنا باليوم الثالث لأنه نفس الأشخاص بنرجع مشوفهم بنهاية الإنجيلو بنرجع مشوف حوائل جديدة وآدم الجديد تحت شجرة الحياة وبيقول لها نفس الكلمة يمرأة هذا هو أبنك بجرد بيحكي نفس الشي بقى أنه نحن عم بوجودين في جنة عدن يلي بلشت هون هذا يوم العودة هذا اليوم الثالث هذا اليوم يلي أطول يوم في تاريخ البشرية يلي هدا بدو ينتهي فينا لأنه هو مسيرة هدا يلي بدو يصل فينا إلى جنة عدن إلى صهيون الجديدة إلى الفرح يلي ما بينتهي وإلى الحياة التي لا تنتهي لأنه بنبلش نقول من شجرة الحياة يلي حرم منها آدم وحوى أصلا وطرده من الجنة وأول شيء اللي بنا نعملها بناكل منها وحوى رح تكون موجودة هي اللي بدأت تقطف والطعمين حلو في اليوم الثالث كان في عرس وكانت مريم وكان معظوم يسوع وطلميزه وأكيد بدنا نعرف أنه بالعرس رح يكون في كتير ناس يمكن ناس بيعرفوا يسوع على ناس ما بيعرفوا من يسوع أكيد هلأ هون بعملية حنقول أنه كان هذا العرس بيخص يعني أقرب مريم مش هناك مريم فيك موجودة وخلص الخمر خلص الخمر أكيد خلا نقول أنه يحنى ما كان بيهمه تفاصيل العرس لأنه يحنى هو أكتر واحد ما بيمشي بالتفاصيل يعني بمعنى أنجيله مش أنجيل لوقة يلي تسلسل الأحداث مش هناك مش تاريخي ها أول مرة بتظهر مريم أصلا ما في بيت لحم وما في شي هلأ ظهرت مريم بالنسبة له هو مش هناك دغري فات بسلد الموضوع ما بقى عنده الخمر وهون بلشت بلشت تحويل بسيرة التحويل يلي بيحكي عنها رحت لأ هي مريم رحت يعني هاو شي هي شايفت أنه ما بقى عنده الخمر يعني اكتشفت الحاجة يعني هادا 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 هان بلش عم حكينا عن دور حوائل جديدة يلي هي اكتشفت الحاجة حضو مريم بحياتنا هي دور الأم بالحقيقة هي دور الأم صح اكتشفت الحاجة وعم تجربت لقى الطريقة يعني هي دورها المسهل بالأمور عرفت حاجتهم وقالت له لأبنا أنهم ما عندهم خمر مش هي يلي قالت أنا بعمل كل شي لا عرفت هي دورك ها حواء لتكون عونا له يعني في دور أساسي يلي هو دور آدم يلي بالخطيئة الأولى هونيكة ما قام بدوره لأن بالخطيئة الستحوى الأولينية هي اللي قاملت كل شي حتيت آدم على جاء وهي ها رح قطفت وشغلت وطعمته هو ما عرفت دورة هون عرفت دورة هون عرفت دورة هون عرفت دورة أنه في مخلص بالنهاية عرفت دورة أنه أنه هدا هو تهدا هو تبير الله الخلاصة مش هنك إجا آدم حتى يكون هو ويرجع يقوم هو بدوره هو يلي بدي عمل بهذا التحويل بس في عنده حواء يلي هي ده هي شريكة لأله هو يعني الشراكتها هي التسهيل يلي عملتها ويلي كله حببنا بعدين بدي يكون تقريبا دوره مثل دور مريم لأنه نحن أبناء مريم يلي كلنا سوا بنا يكون دورة أنه عرف أنت موبا عندك خمر أعزمك لعندي يسوع أو أعزم يسوع لعنديك بس كمان دايما نحن منوقف عند جواب يسوع الأول لمريم هون لما قال ما لو لك لم تأتي ساعتي هل هون دور الشفاعة نحن منيخذ من هون دور الشفاعة الشفاعة يلي هو الإنسان حقيقة أو خلينا نقول أنه الله يلي لأنه باي البي ممكن يغير إشياء كتير عنده إياها هلأ معمول ما بدور يدخل بتفكير الله وما بعرف عنها كيف هذا بس بسترجي يقول لأنه كل الإنسان بيحكي عن اختبار باي وعن علاقته مع باي بسترجي يقول أنه البي قدر يعمل كل شي وبيغير كل شي البي يلي يلي ما عنده مشكلة يذبهد كلمة لولاده يعطي كل شي كلمة لولاده في غير كل شي كلمة لولاده ما عنده مشكلة يعني هون كمان شفاعة الأم يعني فيها تعمل كتير بس لأنه هو في باي ببدأ كمان لأنه عم تحكي مع البي النساعتي بعد هون عم تحكي كهذا السلطان اللي عنا أعطاه حتى يكون يقوم بدوره بس أكيد الأم يعني هون دور يعني إذا بنحكي في هذه الشراكة إذا تتذكر بير مارون لما كنا شوي هيك عم نحضر قلتلك يعني فينا نقول مريم غيرت بتاريخ مشروع الخلاص يعني غيرت شي بمشروع الله بمشروع يسوع هلأ ما فيني يعني عم نوص على كلمات ما عشو نسترجع نقول عن تغيير لكن خلي نقول أنه يعني عمل مريم أو الشي اللي عملته مريم كان كان من ضمن مشروع الله مثل ما كان عم يحكي أشعي هوني يعني ما كانت عم تعمل شي مخالف مشانك راح راح أكملها يعني أوكي هي عملت شي صح بالنهاية اللي عم تطلب منه عم تطلب شي غلط عم تطلب شي شر عم تطلب شي خير يعني في نقص وعرض هذا النقص أوكي ربنا كان عنده أعتبر إذا حسب يسوع هو ساعته لن تأتي بعد لكن لأنه هذا خير اللي عم يطلعه وبحسب إرادة الله هو اللي كمله وعمله كمل فيه ما غيرت أكتر ما هي لأنه بينضمن أكيد الله ما فيه الإنسان يغير إرادة الله للشر لأن الله مش ممكن يتحول إلى الشر لكن ممكن للخير ما هو نبين لأنه هالشي اللي عم تطلبه هو خير اللي عم تطلبه هو فيه منفع للإنسان وكبي لما عنده مشكلة أنه خربة الموعيد اللي عنده إياها حتى يكون عم بي كلمة لوليده كلمة لخير لخير العم الحلو أنه الإنجيل عم بيقلنا أنه لما جواب يسوع ما لي ولكي يا امرأة لم تأتي ساعة بعد هي برمت عند الخدم وكفت قلت له يعني بهذه الثقة قالت له نعملوا اللي رح يقلكون يافعلوا ما يأمركم به كانت واسقة أنه رح يعمل شي هلا هي ممكن تعرف شو ممكن يعمل بس على القليل بتعرف أنه رح يعمل شي هادي هي الثقة لكي سيئة يعني التصرف يعني تبري التصرف هي بذات الوقت هي أم وبنت بذات الوقت لأنه الوقت يأتي بطلب من ربنا وكلنا يأتي بطلب من ربنا ومصلي أنا ما أعرف ربنا كيف رح يحول يستجيب بس لذلك عندي كل الثقة من رح يستجيب كل الثقة ما حدا يجب يشك أبدا حتى بقول أنك أنه حصلت علي حتى قبل ما يعني شكار ربك قبل ما تطلب منه كأنه بكل ثقة أنه رح يعمل هلأ شو رح يعمل ما بعرف بس ممكن رح يعمل أكتر من أنت الطالب ما بعرف شو ممكن يعمل بس أنا على أكيد رح يعمل شغلي لأنه مش ممكن إلا ما يعمل بقى هل هال 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 مريم وهان خلصت دوره هال معنى بأول مرحلة شايفت أنه عندهم هني حاجة قالت لأبنى ورح قالت لأبنى طلبت ووسط وقعدت عجانا وتركته هو يقوم بالعمل تركت آدم هذا الجديد يلي هو يقوم بهذا العمل ساعة هو يقوم يعمل هذا الخيار وهذا هو دور الشفاعة مش نحن نحن نحك عن شفاعة مريم الشفاعة الإديسين كلهم سوا أنا بكاف يوصلوني قدام يسوع وربنا يريد هذا لأن بعض الفئة المسيحية يقولون أنه لا يمكن أن يصل لعنى يسوع أخر لأن يصل بس هو يحب أن يصل إلى أحد آخر ليس لأن الشفاعة ليس واسطة لأن نطبق على المنطق البشري أن أنا أرح عن الوزير لأن يريد واسطة لا ربنا لا يفرح لما يشوف كيف يتخي ورايح لعنده ويفرح بيفرح بهذا الشي هيدا وهذه منها وساطة بعضنا نحكي ربنا بدي هي بيفرح شايف يسوع فرحة لما شايف كأنه كيف شتهم حاجتهم كلها وجيب الأجياء لعنده هو مش لتعمل وصل لتعمل شراكة هي ويا يمكن هون لتكمل الفرح هي هي هون يا عبد تكمل الفرح فكرة الشفاعة هي الشراكة أنا بمسك بإيد بإيد برشربل وأنا ومرشربل بوصل لعند يسوع بيفرح ساتة يسوع لأنه بشوف اثنين وصلين عنده هادي هي الشراكة مع بعض نحن نحن نصل مع بعض نالبعد وهذه هي المسيرة يلي أصلا مما دعوين نمش فيها بمسيرة هذا الصوم هو نمسك بإيدان بعض وبعض ونصل بأش لبعض وبعض وبعض وهذا الشيء اللي عملته مريم أنا شمي بدي أوقف عن دور الخدم يلي كانوا موجودين هني ما فتحوا تم بس هي قلت لهم شو بد يقل لكم لب دغري قال لهم عب ومي عب ومي يعني أدا عندهم هاي دور بالتحديد عندهم كل الثقة يعني وحتى يحنى بالفطل ونظر هو بيحكي وقال لهم أوكي عبوا ما يعبوا ما مختلفنا شو قال لهم شيلوا مي وعطو لرئيس المتكأ حملين هالسطل طبونون وراحين عند رئيس المتكأ هلأ ما بعرف أي متى الميات صور الخمر رحين على الطريق وقت اللي دلقوا ما بقدر أعرف بس اللي يمكن بقدر أعرف إنه إنه أكيد لحتى يسترجوا يعمل وراحين عند حدا يقولوا لشراب وهذا خمر وهني حطوا مي هون هني بيأيدهم حطوا مي هني بيأيدهم حطوا مي هذك ما بيعرف كان مشانك ما عنده مشكلة هذك هني هني اللي حطوا بيأيدهم يعني أول مؤمنين إذا بنعتبر هالخدم هون حيثا صاروا هني أول مؤمنين وأول أبناء لأنه مش بس هني طاعوا هني طاعوا وبثقة يعني صار عندهم هذي الثقة أن يستطيعوا يخذوها لأنه كيف يكونوا خايفين كيف يسترجوا ويصلوا ويصيروا يعملوا لكن حياتا لأن مريم قالت لأ نعملو ويقول لأن هذي الثقة وممكن هن لو ما بعرف ما بصير ولو شوف بعدني حمل مي بأيدي أعرف أنه سيتحول إلى خمر ولو شوف بعدني أنا عم صلي وبعدني مريض ولكن حتى لو أنا عم صلي لحد أنا عم حدته بالقبر أعرف أنه سيتحول إلى حياة ولو أنا بعدني شايف المي قدام يمكن بعض مي يمكن وقت الشرب صار خمر ما بعرف أين متى بس بهذه الثقة مش ضروري أعرف شعن بصير بس أعرف مين اللي عم يعمل هالعمل مربول كيف يمكن يقول أنه أنا وافق بمن آمنت صح ما بقى فينا نحكي شي لأنه خلص الوقت مشان هيك أبونا مارو رح أطلب منك شغل تاني على السريع الشغل الأولى هي توصية خليني أخذها منك مع بداية هالزمن زمن مبارك ونحنا كثير من نمترون من سنة لسنة زمن الصوم أولا أطلب منك هالتوصية وتاني أطلب منك الصلاة الختمية التوصية هي تماما توصية أمنا مريم افعلوا ما يقول لكم يسوع إذا من البداية من حتى برأسنا أنا بدي أعمل كلام رب رح نوصل للقيام رح نعمل مسيرة هذا الصوم افعلوا ما يقول لكم يسوع واختبروا وانتظروا التغيير يلي بدو صير بحياتنا لأن الصوم هو مسير التغيير وقدرين كنا نغير إش كتير بحياتنا التوصية أنه نحن ونحكي عنها بركب الأسبوع الجاية عن مسيرة هذا التغيير المية اللي تحول إلى خمر هو بدي حطلي براسي أنا هناك خطيئة بدي أحوالها إلى نعمة في خاصة لي مش حلوة بدي أحوالها إلى في تحويل بدو تصير بحقيقة لأن أنا تشوه توجه تذكر ونحن بالخطيئة تشوه نحن نرجع إلى صورتنا مقبل الخطيئة هالتغيير هذا عاملان أساسيان بدي أسمع مريم حد مني عم تذكرني إفعال ما يقول لكم يسوع وإسترجي وعندي كل الثقة افعل كلام يسوع مش هناك بدعيكم إذا كل يوم نقرأ مقطع من الإنجيل نعتبرو هذا حتى يكون أنا عم بسمع كلام الرب كل يوم بهذا الصمن زمن الصوم اسمع كلام رأى ما أتعظي لو كانت دي تاني صغار سؤل هذا كلام الله أنا عم بسمع وجري بنهار يكون عم أدمى فيني يكون عم فكر فيه وخلينا نكون عم نصلي معك صلاة ختمية يلي من أولى بآية عرسقان الجليل المجد لك أيها المسيح إلى هنا يا كرمة حقيقية عصرت على رأس الصليب فأعطت خمرة جديدة وأروت البيعة والبشر ببحبة عظمى لوصف لها اقبل صلاتنا وقونا على الصيام بقلب نقي وتوبة صادقة فنؤهل الاشتراك في وليمتك المقدسة لك المجد والشكر ولأبيك ولروحك الكدوس إلى الأبد أمين مشاهدينا ومستمعينا بسئة الخدم بمشاركة مريم مع إيمان التلاميذ نحن وإنتو إلى مسيرة الصوم يلي بدنا نمشي سوا نحن وإنتو إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر